أكد قائد حرسينين وأثيل النجيفي في لقاء مع برنامج ساعة حدث الذي تبثه قناة الفلوجة أن حكومة العبادي ضعيفة ولا تملك القرار أمام شركائها ومعارضها في العاصمة هذه الجهات التي بيدها القرار قد لا تكون قادرة على اتخاذ قرار والدفاع عن قرارها أمام حلفائها أمام معارضها السياسيين في بغداد يعني السيد العبادي يتخذ قرار ولكن يخشى من مجموعة المالكي أن تقوم بالضغط عليه أو بالتشير عليه وبالتالي يتردد في قراره هذا ويحاول أن يغير القرار بعد مجيء ضغوط من جهات سياسية أخرى الكل يتوقع أن الإدارة الأمريكية الجديدة سيكون لها منهج جديد في التعامل مع هذه المنطقة وأيضا هناك مؤشرات كثيرة حول طريق التعاملها مع الحشود الحشد الشعبي ستكون هناك بعض الفصائل من الحشد الشعبي مصنفة أو غير مرغوب فيها لتعامل مع الإدارة الأمريكية فهناك نوع من السباق مع الزمن أنا أعتقد قبل أن تبدأ الإدارة الأمريكية الجديدة بتنفيذ مخططها أو منهجها